حاليات خالي ليلة لا تنسى عاشتها بغداد لا تقل الصخبا عن تلك التي رافقت قتل سليماني والمهندس بغارة أمريكية لكن المميز فيها انتقال المواجهة هذه المرة بين القوات الحكومية التي تتلقى تدريبا أمريكيا والميليشيات الموالية لإيران التي تتهم الكاظمي بالتواطئ بقتل سليماني والمهندس ثانيا العملية الأمنية التي جرت في منطقة البعيثة في الدورة جنوبية بغداد مساء الخميس شملت اعتقال أكثر من عشرين من عناصر الميليشيات من بينهم إيراني هم عناصر بميليشيات أصحاب الكهف وعسبة الثائرين وجند سليماني وحزب الله المصنفة كمنظمة إرهابية القوات المشتركة بين جهاز المخابرات ومكافحة الإرهاب التي قامت بالعملية أكدت العثور على ورش لتصنيع منصات إطلاق صواريخ وصواريخ كاتيوشا في المواقع المداهمة تشبه تلك التي استخدمت لاستهداف مطار بغداد والمنطقة الخضراء حيث السفارة الأمريكية لكن هذه العملية لم تمر بهدوء كما خططت حكومة الكاظمي مقار حكومية والمنطقة الخضراء في بغداد تحاصر من قبل عناصر الميليشيات الموالين لإيران في تحدي صارخ لسلطة الدولة وتأكيد سطوة الميليشيات عليها رافقها سيل من التصريحات وبيانات من قادة الميليشيات تحذر الكاظمي مما سمته اللعب بالنار وبغد النظر عن مصير عناصر الميليشيات المعتقلين التي تقول مصادر بميليشيا حزب الله إنه أطلق صراح جلهم بعد اجتماعات جرت في منزل نوري المالكي تبقى رمزية المواجهة المباشرة بحد ذاتها حاضرة تفرد نفسها من الكاظمي بعد تعهده بحماية المصالح الأمريكية في العراق لكن اختلاف اليوم عن الأمس وأمكانية وجود إرادة لدى الكاظمي باشتفاث هذه الميليشيات من عدمه أو تقليم أظافرها يفسره وجود فريقين في الميليشيات ذاتها أحدهما يرد مواصلة اللعب مع أمريكا بذات الحدة والآخر يقوده الفياض والعامري يريد التهدئة مع أمريكا حاليا ذلك بحسب التوجيهات الإيرانية التي تريد إعادة قواعد الاشتباك القديمة مع أمريكا وإبقاء العراق تحت نفوذها كما في السابق